اهلا بكم سيظل السادس من اغسطس يوما مفصليا في حياة المصريين وملحمة وطنية سطرها الشعب مع قيادته السياسية حيث كان شاهدا على تتشيني قناة السويس الجديدة ذلك الحلم المصري العظيم الذي اضاف للعالم شريانا جديدا لتسهيل البلاحة البحرية واحدث نقلة اقتصادية كبيرة تم حفر قناة السويس الجديدة بشكل موازن للقناة القديمة من اجل تسهيل وتسريع عملية مرور سفن الشحن عبر القناة في كلا الاتجاهين والتقليل من مدة انتظار السفن بالاضافة الى زيادة القدرة الاستعابية للقناة من اجل التمكن من استيعاب النمو المستقبلي المتوقع لحركة التجارة العالمية وخلال ثماني سنوات من افتتاحها اسهمت القناة الجديدة في تحويل قناة السويس من معبر تجاري ذي اهمية استراتيجية واقتصادية هائلة في حركة التجارة العالمية الى مركز صناعي ولوجستي عالمي لامداد وتموين النقل وحركة التجارة كما سامت القناة الجديدة في ارتفاع اجمالي ارادات قناة السويس لتسجل ارقاما غير مسبوقة على مدار تاريخها محاققة اعلى اراد سنوي مالي بلغ 9.4 مليار دولار وذلك على الرغم من الازمات العالمية المتتالية التي واجهتها القناة بداية من جائحة كورونا وامرورا بازمة الركود العالمي والازمة الروسية الاوكرانية وعلى صعيد الجدوى الفنية نجحت قناة السويس الجديدة في تحقيق المستدف منها بزيادة الطاقة العددية والاستعابية للقناة ليصبح متوسط اعداد السفن المرة خلال العام الماضي 2022 ما يقرب من 68 سفينة يوميا مقابل 47 سفينة كمتوسط يوميا للعبور عام 2014 وذلك قبل افتتاح القناة الجديدة كما ارتفعت قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد زيادة عمق القناة الى 24 مترا بما اسهم في رفع التصنيف العالمي للقناة ومكنها من مواجهة تحديات المنافسة مع الطرق البديلة او المحتمرة كما مثلت القناة الجديدة انطلاق لمشروعات جديدة من بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس وتوسعة ميناء شرق بورسعيد بالاضافة الى تطوير القطاع الجنوبي والذي سيتيح زيادة الطاقة الاستعابية في القناة بمعدل 6 سفن وزيادة عامل الامان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28% هذه النجاحات لم تكن وليدة الصدفة بل جاءت نتاجا للتخطيط الاستراتيجي والعمل الدقوب والتطوير المستمر وتبني سياسات تسعيرية وتسويقية مرنة كان لها بالغ الاثر في جذب خطوط ملاحية جديدة والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري مشاهدين الكرام كان هذا عرضا موجزا عن ذكر افتتاح قناة السويس الجديدة وجهود تطوير المجرى الملاحي شكرا على طيب المتابعة